خلق الله الإنسان في هذه الحياة ليبتلى ومن أضر فتن الدنيا التي ابتلي بها فتنة النساء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء ومن الوسائل المعينة على مواجهة هذه الفتنة الإيمان بالله تعالى والخوف منه فهو صمام الأمان والعاصم للعبد من مواقعة الحرام أو الانسياق وراء شهوة عارضة غض البصر عن المحرمات فالنظر يثمر في القلب خواطر رديئة تتطور بعدها إلى فكرة ثم إلى شهوة ثم إلى إرادة فعزيمة فوقوع في الحرام مدافعة الخواطر السيئة وإشغال النفس بالفكر فيما ينفعها في دينها أو دنياها فالخاطرة السيئة في القلب خطر ومتى ساق العبد معها ولم يدافعها كانت نتيجتها الوقوع فيما حرم الله ومن وسائل مواجهة فتنة النساء الزواج لمن استطاعه أو الصيام لمن لم يستطعه ففي الحديث يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء قال الإمام بن العربي رحمه الله كلما قل الأكل ضعفة الشهوة وكلما ضعفت الشهوة قلت المعاصي ومن وسائل مواجهة فتنة النساء البعد عن أماكن الفتن كالأسواق والفضائيات والإنترنت مع تذكر نعيم الآخرة وما أعده الله لمن صبر عن معاصيه وكف نفسه عن الحرام ثم على المسلم استغلال وقته فيما يعود نفعه عليه في دينه ودنياه فالوقت نعمة عظيمة من نعم الله على العبد لكن المغبون فيها كثير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ